كشف بسطن برلماني في مجلس النواب الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوث الإنقلابية مساء يوم أمس الأربعة عزمة الميليشية إزاحة الراعي من منصب رئيس مجلس النواب وقال عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد في تغليدة على حسابه في تويتر إنه ستجري يوم السبت المقبل انتخاب هيئة رئاسية لمجلس نواب صنع وفي تساؤل له أشر حاشد إلى نية ميليشيا الحوث الإنقلابية إزاحة يحيى الراعي من رئاسة المجلس والعمل على استكمال حوثنة المجلس وكل مؤسسات الدولة